موسيقى يخض غدا الفتح معجهات العربية الثانية عندما يصدي فريق شهراء الكويتي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلو الرياضية بالأحسى في أيام الدور التمهيد من بطولة الأندية العربية هو يدخل الفتح اللقاء وهو قد أنهى مباراة الذهاب بفوز بهدفين مقابل هدف الفتح الذي واصل تصدره دورزين محليا يسعى لمواصلة حروضه المتميزة خارجية وتبدو كتيبة التونسي فتح الجبال في أتم الاستعداد لإخطي بطاقة التأهل والذهب بعيدا في هذه البطولة في حين يدخل فريق الشهراء الكويتي اللقاء وهو متأخر ذهابا بالنتيجة ورخم ذلك تبقى فرصته بالتأهل قائمة وسينضم المتأهل من مواجهة الفريقين إلى الفراق المتأهل للدور الثاني على أن تقع قرعة الدور الثاني يوم السبتم فيصل الفتح الآن يخوذ اللقاء الرد ما هو فقط للمشاركة يخوذه هو متصدر دورزين الفريق الذي أبهر الجميع الفريق الذي أصبح يضرف فيه المثل الفريق الذي يشاده على كل عمل يقوم فيه الفتح فنيا إداريا حتى جماهيريا كل تأكيد الفتح يخوذ اليوم وإحدى مباراة مهمة صعبة صعبة جدا على الفريق الفتح الزخم الإعلامي الذي يحظي فيه الفريق الفتحاوي في الدور السعودي في الدور المحلي أخشى أن يؤثر سلبا على الفريق في مباراة أمام الجهراء يجمع على جهاز الكروبنادي الفتح التفريق ما بين الدور المحلي والمشاركة الخارجية وكل ثقة في الأخوان في الجهاز الإداري الفريق الفتح على قيادة هذه الأمور الفتح قدم سبعات جميلة جدا على مستوى الفني داخل الملعب على المستوى الإداري على المستوى الشرفي على المستوى الجماهيري الفتح يعني هذا الموسم كان ظهر بشكل مختلف جدا ظهر جعل جميع فئات المجتمع عندما تتابع الآن بعض كتاب الصحب حتى بعيد عن الرياضة بعض كتاب الرأي العام يتحدثون اليوم عن فريق الفتح ما لهم علاقة في الرياضة لكن يسمعون ويشاهدون فريق لا يملك ملايين فريق لا يملك دخل فريق لا يملك رعاية لا يملك حقوق وهيدر محترفين كذلك لم تسلموا حقوق النقل التلفزيوني 7 مليون و 8 مليون للفتح الآن ما استلمه بعيد عن الأمر هذه كلها اليوم يتصدر الدوري ويشارك خارجيا ويمثل مملكة خير تمثيل في الوطولة العربية الآن الفتح قطع شوط مهم في مباراة الذهاب حقق فوز يجب عليها المحافظة لهذه النتيجة أول فوز على الجهرة في الإحسان في مباراة الرد إذا ضمننا فوز الفتح في هذه المباراة تأهل المرحلة المقبلة الآن يكون أمامنا فريقين الاتفاق والفتح ضمنها مركز مهم أو مرحلة متقدمة جدا في المشاركات الخارجية نتطلع الآن بقية الأندية السعودية أن تواصل آسيويا للوصول إلى هذه المرحلة المهمة طبعا باختلاف البطولات أو باختلاف حجم هذه البطولات ما بين آسيا وما بين البطولة العربية الشارع الرياضي السعودي جميع الميون لأول مرة شاهدوا يتفقون على نادي الجميع اتفق على الفتح الجميع دعم الفتح الجميع وقف معه إدارة نادي الفتح برأس الأخ عبدالعز العفالك وكذلك الأستاذ أحمد الراشد الذي يدعم هذا الفريق بشكل مباشر يعني الآن يتمنون وقوف الجميع أعلنوا اليوم عن فتح البوابات الدخول المجاني نتمنى أن من الشارع الرياضي بجميع فئاته جميع جماهير لأنني تواجد غدن إن شاء الله لدعم الفريق الفتحاوي في هذه المباراة وممثل الوطن بلا شك يعني الهلالي والنصراوي والاتحادي والاتفاق والجميع إن شاء الله أتمنى أن يقوفون ونخلق الفتح هذه المباراة المهمة هي واجب على الجميع يعني البوابات ومفتوحة والفتح وأعتقد أنه مرضي لكل يعني سواء فتحاوي أو غير فتحاوي الفتح يعني استاهل والحضور واجب وطني والفتح في بطولة عربية والبوابات على قراتهم مفتوحة روح يا أخوي وشوف المباراة ودعم الفتح خلينا نشوف تقريباً استعداد فريق الفتح وليقاءات مع الكابتن فتح الجبال وأيضاً الأستاذ أحمد الراشد ثم نرعود بالجبال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة verdadeيك اللي ما نقول فجأنا بس ما نأناقبنا معنا بعدينا عالم كبير الحين نلعبنا مع مباراة وعرفنا ومكانيات ومكانيات الحقيقة جيدة ومكانيات اللي اللي مناهيي مناهيстрой وإنه مناهي opinions ومناهي俐вод أثلاً وما ن들을 오래лись وعاوزين ومن vuelta وミحة يoud Museum يتهم ويضوا إخبارنا كبيراً جداً أمام نجران ممكن تقدم نجران جعلكم تبذلون جهد بدني كبير جدا لتحقيق نتيجة الفوز تؤثر نوعا ما والله الحمد لله وحتى فوز نجران حتى من المناهة من أقولت وأنه جاء من منهة اللاعبين اللي هم حن نسميهم معوذين اللي يخشوا منههم اللي كان عنهم تأثير عشان نجيب النتيجة هذا بالعكس يعطينا الرياحية وأنه منهة اللاعبين اللي يعدك منهة تكون إضافة منتاعهم كبيرة ومنهة رح يخذوا فرصة إن شاء الله في المبارة هذه ومنهة إن شاء الله منهة يكون مردودهم منهة قارع ولا حتى يكون أفضل حتى الموجودين الله يكيد مبارة مهمة شوط ثاني وشوط الأهم في المواجهتين حققنا نتيجة جابية ومطلوب في الذهاب لكن الآن العياب هو الحسم وإحنا حاطين كل تقلنا على هذه المبارة المبارة الذهاب لن إن شاء الله يعني تغرينا بالعكس اللي بتعطينا هدافة أكبر إننا نحن نحقق تحتها إن شاء الله بس لك عن ازدواجية الطموح ما بين المحافظة على الصدارة بمعنىكم فعلاً في وضع متصدر وبين مشاركة الجيدة في أول بطولة خارجية والله يشوفه إحنا طبعاً بطولة عربية أهدافنا نوصل لأبعد يعني أبعد مراحل وإن شاء الله نحن نوصل لأمراحل نهائية أما فيما يخص الدوري إحنا أهدافنا معروف ونحافظ على مراكز متقدمة نهاية الموسم إن شاء الله وإن شاء الله نحن قادرين إذا إذا تخطينا دور الأول نفس الرتم اللي نحن ما شاء عليه بإذن الله راح ينتهي الدوري نكون حققنا أهدافنا اللي هي من المراكز الخامسة الأوال إن شاء الله كابتن حمد أنت خبير فني وإداري الخطاب بالإدارة الفتح سواء الجانب الفني أو الجانب الإداري كان يعطي إحالي اللاعب لاعب الفتح في الدوري أو في البطولة العربية أنه أنت تلعب لأجل المتعة مش تلعب لأجل والله تحقق بطولة أو تحقق صدارة أنت إلعب لأجل المتعة وحقق نتيجة شوف عبد الله الأمانة الواقعية والمنطقية اللي يتكلموا فيها الجهازين هذه أنا أعتقد أنها نادرة جدا وأنك تشوفها في فريق قليل الخبر خلينا نقول في مشاركات خارجية مش قليل الخبر أول مشاركة خارجية فهذا معناه أنه بالفعل هم ماشيين في الرتم الصحيح وفي الطريق الصحيح كرة القدم في النهاية هي فوز وخسارة من الممكن أنك تقول أنت أقوى فريق لكنك تخسر ما يمكن أن هذا لكن ليش تحط على نفسك ضغوط إضافية أنت من تناقصها بالعكس أنت مفروض أنك تتهيأ الأجواء الصحية وتهيأ المناخ الصحي لللاعب أنه يعطي للمتابع أنه يتابع بدون ما يضغط عليك للجهاز الفني أنه يعمل بدون الضغوطات الكبيرة جدا وهذا هو شيء صحيح هدف الفتح أنه هو يوصل لأبعد مراحل وهذا حق مشروع له حتى لو كان البطولة تحققت بعد كذا كنتيجة للعمل مش هو الهدف لا تخلي أبدا البطولة هي الهدف دائما تخلي الهدف هو العمل الصحيح وأنك أنت تعطي كل ما عندك بدون أي ضغوطات بالتالي النتيجة هي اللي حيحددها طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى دديش مجهود العطاء اللي أنت عطيته وتعرف إيش بالسواق بالضبط لكن لا تحط البطولة هي الهدف بالتالي أنت ممكن توصل لمراحل أنت ما كنت تتوقعها وتوصل لأعلى من كذا أنا هني صراحة إدارة الفتح وهني الجهاز الفني على هالتفكير وهالواقعية والمنطقية وبالعكس هذا الكلام نتفق معاه مية في المية في نقطة مهمة ثانية أنا أتمنى أنه كل نادي يمثل الوطن الكل يوقف وراه بغض النظر عن أي ميول نحن فترة بدأنا نسمع بعض الفرق أو بعض الجماهير المضادة تتمنى خسارة أو كذا هذه نتمنى أنها تروح نحن نشوف اليوم الفتحي الاتفاق شوفنا تأهر اليوم الفتح إن شاء الله بكرة كمان بعد كذا الاتحاد والأهلي والهلال والنصر إن شاء الله بإذن الله الكرة السعودية بحاجة لانتصارات وبحاجة بطولات وإن شاء الله هذا تيجي بتكاتف الجميع من كل من يعشق كرة القدر خلينا نشوف أيضا تقرير استعدادات الفريق الجهر الكويت اللي يشيقى بالفتح زميل محمد اعتابي اللي عاد كل التقريرين حضر في التمارين الخاصة للفريق الجهر الكويت نشاهد ثم نعود اشتركوا في القناة موسيقى والله شوف أول شيء أشكركم أول شيء أشكر للمك العربية السعودية أشكر نادي الفتح على هذه الأسطافة الجميلة وإحنا بينهن وربعنا وهذه تسعين دقيقة يعني بالملعب سبعا نفزنا وخسرنا ولكن نحن الجهراء من سيوقف مسيرة الفتح تحد يعني لا ما تحدى لكن احنا إن شاء الله عندنا ثقة في لعبيننا فريق الفتح فريق موسهل فريق مرتب فريق ست سنين مع المدرب فريق معد سبع مباريات بالدوري أو ثمان مباريات نحن نترى فريقنا لعب مبارتين بالدوري يعني أعداد نحن ما هو نفسه لا 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 مستوى قد أنت وعمل عربي أيضا مستوى قوي وكبير طبعا أكيد الحمد لله لأن نحن دائما يسعى ملجس الإدارة تجانس الفريق وعندنا المدرب صار السنة الثالثة معانا هذه وقعدين نعمل تيم يعني فريق للمستقبل عرفتوا لا لا وتعرف نادي الجهراء يعني من الأنذية اللي دائما يسعى ودايما يكون بالكويت يعني أمانة ثانية كل يعمل لألف حساب ونتشفت مبارتنا مع العربي ولولا سوء للحظ قتلنا العربي في آخر دقيقة أعتقد لكن هذه مبارات كرة الغدم ولكن يبقى الفتح يعمل لألف حساب نحن جينا والمبارات حاسمة هو على ضغط نحن علينا ضغط لا شك المهم أن نقدم مبارات جميلة تليغ في مستوى الكرة العربية بالنسبة مباراتنا والفتح إن شاء الله مبارات ما راح تكون سهلة ومستعدين لها استعداد جيد الفتح فريغ يقدم مستويات طيبة في الفترة اللي طاقة هذه بداية الموسم الحمد لله احنا كذلك قاعدنا نقدم مبارات حلوة وقدمنا يمكن مبارات إياهم في المبارات الأولى عندنا في الكويت وقدمنا مستوي طيب لكن النتيجة ما كانت بصالحنا لكن جاينا هنا إن شاء الله للتعويض وإن شاء الله لننطلع في فوز ومستوى يشرف الكرة الكويتية إن شاء الله مجهودكم بذلتوه القوي في مباراتي عربي ممكن إثر عليكم جسمانيا قبل هذه المبارات وخصصا كم تحتاجوني للفوت؟ والله أول شي بالنسبة للمجهود يعني مبارات اللي طافت لعبنا وبذلنا مجهود لكن عندنا جهاز فني قادر إنه يرد وضع اللاعبين إلى وضع الطبيع الأحسن وضع قبل المبارات وكذلك الفتح يعني اللاعبين المبارات قبل يومين يمكن والعمل يوم تساوي يعني ما راح تأثير إن شاء الله فيصال الجهرة بشكل فريق مخيف جدا على الفتح غدا؟ أعتقد ذلك يعني الجهرة يسحل التعويض طبعا في هذه المبارات لكن أنا واتق تبع من الفتح جاهز لهذه المبارات جاهز فنيا كل ما تعنيه الكلمين في وجود جهاز إداري وجهاز فني منظم وإدارة بارعة تجيد التعامل مع هذه المباريات وأعتقد الفتح اليوم إن شاء الله إن شاء الله إنه جاهز لهذه المبارات ويرفع الرئيس